هي موجة حرة تستمر يمكن لمدة من 48-72 ساعة هذا هو حديث هيئة الأرصاد واللي بتدينها بالفعل امبارح امبارح يمكن درجة الحرارة زادت في بعض مناطق عن 40 درجة مئوية لكن الحقيقة احنا بنشهد في هذا التوقيت من العام يعني نوع منخفض نسبيا عن درجات الحرارة اللي هي بتبقى في مثل هذا التوقيت يعني اعتقد ان احنا حتى بالليل الجو ببراطيف على اية حال هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع ان النهاردة الخميس ان شاء الله هيشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة هيسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال السعيد مؤتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب البلاد بالنسبة لبليل زي ما قال محمد محمد هتبقى يعني تقس لطيف تمام والحقيقة يعني نتوقع الحضار في ساعات الصباح الأولى الناس المسافرة في بعض الشابورة المائية ممكن تتكون والحقيقة في مناطق هكون عليها بعض رياح في السواحل الغربية وتمتد أحيانا إلى القاهرة سألو نشوف سراد لدرجات قرار المتوقعنا هرداد شعال يا ربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر